السلام عليكم مرحبا بكم نشارك معاكم اليوم البسبوسة في الاكواب كاب بسبوسة كجهاشة وخفيفة وسهلة في التحضير قبل ما نبدأ لا تنساوش الاشتراك اذا كانت اول مرة تزروا القناة والاعجاب بالفيديو المكونات بتفصيل في صندوق الوصف عندي كوب سميت نص كوب جوز الهند نص كوب زيت ثلاث ملاعق كبيرة يوغرت او زبادي روب ثلاث ملاعق سكر ثلاث ملاعق كبيرة سكر برش الليمون ملاعقة كبيرة ليمون ملاعقة ونصف بيكن باودر وثلاث بيضات ابدأ باول شي نخلط السوائل كلها مع بعض بعد ما اخلط كل السوائل نضيف السميد وجوز الهند بطريقة تدريجية نتأكد ان الخليط خفيف لازم يكون خفيف ونضيف في هاد المرحلة ضفت البيكن باودر او خميرة الحلويات نجمع الخليط ونخلطه مزيان نتأكد ان هالخليط قوام خفيف لان السميد مرات يتشرب السوائل من بعد ما حصلت على خليط متجانس وخفيف نوعا ما نعبيه في الاكواب موسيقى 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 جهزت الفرن على 180 درجة بعد ما دخلتهم بعشرة دقائق نزلت الحرارة الى تقريبا 150 خليتهم من 20 دقيقة الى 25 دقيقة بعود اسنان او اي عود تأكد انها طابت من الداخل فهذه المرحلة عملت فيها ثقوب او فتحات حتى يتصرب لها الحليب المركز او المحلة وتتشرب بعد ما تشربت الحليب المركز المحلة زينتها بالفستق او البستاشيو المطحون مع الورد المجفف بالصحة والراحة نتمنى الفيديو يعجبكم وتجربوا كاب البسبوسة وتشاركوه مع الاحبة شكرا اشتركوا في القناة